بسم الله الرحمن الرحيم نحن وفي مجلس القبائل والعشار السورية جئنا إلى أقشقلة من أجل المساندة ودعم أخوتنا في الجيش التركي الشقيق ودعم أخوتنا الجيش الوطني السوري الحر في عملية تحرير منطقة تل أبيض وما حولها وكذلك من أجل دعم عملية السلام ونبع السلام من أجل تحرير المنطقة الشمالية بسوريا ونتمنى أن تكون هذه المنطقة تعيش في الأمن والأمان من أجل إعادة اللاجئين والنازحين ومن أجل إعادة الإعمار وكذلك من أجل القضاء على كل العصابات الإرهابية المتمثلة بتنظيم البككة أو البيضة الإرهابي الذين ارتكبوا مجازر مروعة بحق الشعب السوري بحق العرب بحق الكرد والتركمان والسريان وكذلك قاموا بتفجيرات وأعمال إرهابية في المدن التركية في جنوب تركية أو حتى في العاصمة وفي إسطنبول ولذلك الهدف الأساسي هو القضاء على العصابات الإرهابية وفر منطقة المنطقة الآمنة ومنطقة الأمن والأمان في هذه المنطقة وطرد كافة العصابات بما فيها عصابات داعش والنظام السوري وكل من تسول له نفسه من أجل العبث في سوريا أو في تركيا ولذلك نحن نقدم الشكر والتقدير إلى الحكومة التركية وإلى الرئاسة التركية بقيادة السيد الرئيس رجل طيب أردوغان وإلى الجيش السوري الحر وإلى الأمة التركية التي قدمت الكثير والكثير للاجئين السوريين وجزيل الشكر إلى الجيش الوطني السوري الحر والرحمة للشهداء والشفاء للجرحة والحرية للمعتقلين والأسرة شكرا بالخير مضر حماد الأسعد المتحدث الرسمي باسم مجلس القبائل والعشائر السورية شكرا تكبير 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 شكرا شكرا هذا المساعدات خدمة مباشرة بالطوء منهم الحياة لذلك الوطن هذا الألواء مصدر كنا نبردو كل من مستريح لا أريد أن يرغب السلامة لا أريد دمع العين لا أريد العلم وأريد السلامة لكل لدي شعب تريب برضو مستريح بيته باله وطنه جريده عند أمه وإحنا زادين من هنا نقدر عليهم نسويه نريد المتحاب بين الزغرافية العايشية في هذا الجميع فهذا أمنه وهذا ضعيصه وهذا مجدد قادمون تكبير تكبير قادمون بعون الله قادمون إلى حدود العراق كل شبر من عرضنا بعون الله واحد واحد سوري تركي واحد 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 سوري تركي واحد 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 سوري تركي واحد